اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيد فريق كامل الوزير وزير النقل وحضور الامير سيد احمد مستشار رئيس للتخطيط العمران السفير بسام راضي قال انه الاجتماع كان بخصوص استعراض المشروعات القومية في مجالات النقل المتنوعة والمختلفة خاصة المحاور المررية والمحاور المررية اعتقد كل المصريين بيهتموا بهذا الامر لانه بيغير من خريطة النقل في مصر بشكل كبير جدا الرئيس النهاردة ناقش مع الوزير النقل الطريق الدائري بشكله الجديد الطريق الدائري اللي بيحيط القاهرة بيحزم القاهرة بيتم اعادة انتاجه من جديد من حيث العدد الحراط طريق زكي في كل الخدمات وفي كل الاضافات اللي موجودة في افضل طرق العالم هذا الطريق يعني بيصنف على انه احد اهم الطرق الزكية وفقا لاستخدامات تكنولوجية حديثة كانت غير موجودة في مصر من قبل الطريق الدائري اعتقد انه هيدخل لخدمة الرئيس بيتابع الروتوش النهائية لهذا الطريق اللي هينقل النقل بشكل عام في مصر من حالة الى حالة اخرى ايضا زي ما قال السفير بسام شبكة الار ار تي او بي ار تي ده على الطريق الدائري قاله هي الاطول في العالم بطول 106 كيلو متر هتتم بالتوازي مع منظومات النقل الجديدة الاخرى عايزين نوصل الى انه المواطن المصري ياخد عربية واركنها في باركنج في جاراج وياخد وسيلة نقل جماعي لو احنا نجحنا او الفريق كامل وزير نجح في انه يخليني اركن عربية في موقف معين او في باركنج معين واخد المترو او المنوريل او اخد الاتوبيس البساط اعتقد يبقى الدولة نجحت ده المحك وده الاختبار وده الاختيار ان احنا عايزين نقلل من حركة المرور عايزين نقلل من الازدحام المروري عايزين نقلل من التلوث عايزين عايزين حاجات كتير جدا فكانت الفكرة منها ان احنا طيب نعمل وسائل نقل او منظومة نقل الدولة تعملها بشكل جماعي انا لن يسعدني ان انا اطلع بعربيتي كل شوية من 6 اكتوبر الى مصر الجديدة لو في عندي وسيلة نقل تنقلني من 6 اكتوبر الى مصر الجديدة بشكل امن وبشكل محترم واتفع فيه فلوس ما فيش مشكلة هتوفر معي قد ايه وقت وجهد وارهاق ذهني وكمان ارهاق مادي لانه انا ما اتحرك من هنا لمصر الجديدة هيكلف بنزين قد ايه وهكلف وقت قد ايه لما يكون عندي مونوريل ولا عندي مترو انفاء ولا عندي مترو ولا عندي بساط بتشتغل فيه الطريق الدائري اللي ان شاء الله هتفاجئنا كلنا بحاجة غير مسبوقة اعتقد ان كلنا هنركن عربياتنا وناخد وسائل النقل زي الدول الاوروبية انا لما بنروح اوروبا بناخد المترو المترو ده في روسيا في المانيا في فرنسا انا اول مرة كنت انزل فرنسا وطالع على جينيف فقلت اوصل ازاي قالوا القطر هو احسن حاجة طبعا كنت فيه بلجيكا وعايز ارجع فرنسا قالوا لي القطر طبعا ده افضل حاجة انه اطلع من واشنطن الى من نيويورك الى واشنطن يقولك برضو القطر هو افضل حاجة يعني كلمة الافضلية للوسائل النقل الجماعية والعامة في امريكا والدول الاوروبية وفي روسيا وفي اليابان هي الاساس انا كل انتقالاتي كانت في اليابان في زيارتي لما كنت في اليابان من سنتين ثلاثة كانت بالمترو بالقطار السريع بغيره حاجة يعني افضل مركات العربيات مش هتكون بنظافة وسائل النقل الجماعية في الدول دي لكن بقول احنا هنستطيع نعمل زي الدول دي وليه لا ليه ما نحلمش البدايات شغالين فيها بس احنا بندي نفس وبنستوعب ونفهم ما بيدور لانه اللي بيدور كل يوم ممكن احنا مش مستوعبين لانه كتير ولانه كله ماشي ورا بعضه ومتداخل في بعضه احنا بنتكلم على المنوري اللي بقى انا كم شهر قطار الكهربائي بقى انا كم شهر الطريق الدائري وتطويره المحاول المرورية الدائر الاوساطي بنتكلم على محور طاحية مصر بنتكلم على محور الضبعة محور 30 يونيو الصعيد الحر كل الكلام اللي انا بقوله دوت من وحي الزاكرة النهاردة الرئيس كان بيراجعه مع الفريق كامل الوزير وكمان طريق الدولي الساحلي اللي طالع من بورسعيد حتى مطروح ده بمحاذاة البحر المتوسط بيطلع من بورسعيد وانت ماشي طالع على مطروح بيبقى البحر المتوسط لقيدك اليمين طريق ولا اروع من كده طلعته من بورسعيد الى الاسكندرية في وقت قياسي بامان متناهي حقيقة بشكل طريق دولي اسمه طريق دولي دولي مش اسما لا اسما نقوم مضمونا كمان وكمان النهاردة راجع معه مع الفريق كامل سيد الرئيس راجع طريق ضمياط اللوجستي المتكامل طريق بيتنقل في حويات بيتنقل في بضايع بيتنقل في بضايع صب بيتنقل غيره لانه طريق بيخدم على مينة زي اسكندرية الطرق اللوجستية اللي بتنقل البضايع من اسكندرية الى اماكن اللي بتنقل البضايع